سلم مجلس جهة فاس مكناس يوم الخميس بالعاصمة العلمية للمملكة وحدة طبية متنقلة لإقليم إفران في إطار محاربة الهششة وتأهيل العالم القروي وسلمت هذه الوحدة الموجهة لتحسين الولوج إلى العلاجات الصحية بالإقليم عامل عمالة فاس سعيد نيبر ورئيس مجلس الجهة محنط العنصر وعدد من المسؤولين المحليين في إطار محاربة الهششة والفقر وكذلك تأهيل العالم القروي من ضمن البرامج المخصصة كان هناك برنامج صحي بالنسبة لإقليم إفران وهو عبارة عن سيارة حفيلة مجهزة للكشف عن الأمراض وهو عطأ من الجهة تمويل للجهة 100% ونعتبر أن هذه من العمليات التي تموز المواطن مباشرة وستشمل خدمة هذه الوحدة الطبية حوالي 70 ألف نسمة لا سيما تلك التي تقيم في المناطق القروية كجماعة سمحديت وزاوية إفران وعن إفران موسيقى